توقعاتك في ضوء اللي شفته في ماتش الزهاب توقعاتك ايه الماتش القيامة ان شاء الله الماتش اللي فات طبعا يعني كان اهم حاجة فيه ان النادي الاهلي احترم سيمبا على ارضه من خلال المباراة اللي قبل كده نزل بتشكيل كويس وبتكتيك معين قافل خطوطه كويس اوي بلعب على هجمات المرة بالزبط خط الوسط عشان طبعا كل اللعبة بترجع تحت الكورة اول ما يفقدوا الكورة فده ادى نوع من السبات شوية لان فرقة سيمبا من الفرقة اتطورت في افريقيا الفترة الاخيرة كويس اوي عن زمان احنا قابلناها زمان طبعا ما كانتش نفس القوة الحقيقة لا لا مصر كانت في حتة تانية كمان والاهلي كانت في حتة تانية تماما سواء مستوى المنتخب او الاندية فكان ماتش كويس وطبعا نتيجة كويسة واداء طبعا هو مش الاعلى حاجة بالنسبة النادي الاهلي نادي الاهلي عنده احسن من كده بس عشان برضو الاجواء اللي احنا ما منعلقش شماع عليها بس فعلا الرطوبة يعني صعب صعب عندك تسعة مصابين وتمانية مرهقين يعني بعد الاصابات اللي كانت موجودة والعيبة اللي مش موجودة في الاسكواد وكده طبعا لا نتيجة كويسة وماتش كان كويس اتوقع في مباراة القاهرة انا اتوقع يعني التشكيل هو كولر ممنوع يعني ايه ما بيغيرش قوي في التشكيل اه بيغير بعض المراكز وحصوصا الخط اللي قدام بس حيحتفظ عشان المباراتين قرابين من بعض بنفس التشكيل لا بإلا مثلا لو كان حيبدأ بمركز معانن عايف ممكن يغيره ايه بقى؟ رأس الحرب كهربا؟ كهربا؟ كهربا في المباراة شخص شخص